بهدف توعية المواطنين من أضرار مرض السرطان نظمت مساء أمس جمعية دونامة لمكافحة مرض السرطان لقاء توعويا ما نساء وفتيات كنيسة برواز بالعاصمة أنجمينة لتوعيتهن عن أسباب وأخطار مرض السرطان تقرير عباس عباكر نصطر إن داء السرطان يعد من الأمراض الخطيرة والمؤثرة في جسم الإنسان وخاصة لدى النساء سيما سرطان الثدي وعمق الرحم وغير ذلك وإن السرطان يعتبر من الأمراض الأكثر انتشارا في الآوينة الأخيرة وبهذا الصدد فقد نظمت جمعية دونامة العاملة في مجال مكافحة مرض السرطان لقاء لصالح النساء وبنات لكنيسة برواز لتوعيتهن حول معرفة أضرار ومخاطر السرطان كما أنه يجب القيام بحملات توعوية مكثفة لمعرفة الأضرار الناجمة منه والتوجح نحو مراكز العلاج وبعد إيطاء شرحات مفصلة لأضرار ومخاطر هذا الداء قالت رئيسة الجمعية بأنه يجب تضافر الجهود للحد من انتشار هذا المرض نوجه للناس لكي أعرفوا المرض هو شنو وكيف يبريفنر المرض الكانسير يعني الصحة هذه مسؤوليتنا عنينا أول شيء هذه مسؤوليتك أنت شخصيا يكون تحتمى بصحتك لازم تعرف شنو الدرر لدر صحتك وشنو ممكن تجنب منه لكي تحافظ على صحتك كما أن السرطان يعد من الأمراض الفتاكة لذا يجب على النساء التوجح نهو المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة لمرض السرطان